السلام عليكم وأهلا بكم تعالوا نروح لبنان ومعنا خبر خاص بالوضع الاقتصادي في لبنان وطبعا حضراتكم عارفين ان فيه ازمة مستمرة من مدة طويلة في البنوك اللبنانية بسبب ازمة السيولة الدولارية في البلد وزي ما احنا عارفين برضو الناس اللي حطت فلوسها في البنوك اللبنانية مقدرتش ان هي تسحب فلوسها بشكل فوري او بشكل كامل لان البنوك مقدرتش ان هي تدفع المبالغ ديه بشكل عادي زي اي بنك في العالم لان زي ما قلنا فيه نقصة في السيولة وبالتالي مفيش فلوس علشان يدفعوها للمودعين ولكن تم الاعلان رسميا يوم 9 يوليو الجاري ان البنوك اللبنانية هتبدأ ترجع الفلوس للناس بداية من الاسبوع اللي جاي ولكن بالتقسيط ايوة فاند اللي حضرتك سمعت وده صحيح انا مش بقول نكتة وبالفعل البنوك اللبنانية هترجع مدخارات المودعين بالتقسيط بس بالتقسيط المريحة يعني مثلا لو في واحد شايل مبلغ 10 تلاف دولار في البنك فهو ما اسموح له شهريا يسحب من البنك من 300 ل400 دولار بس يعني بما لا يتجاوز 4800 دولار في السنة فتخيل بقى لو في واحد ربنا كرمه كان شايل مليون دولار في اي بنك لبناني اعتقد ساعتها ممكن تجيله حاجة يعني ربنا يسطر ممكن لقدر الله تحصل له جلطة ولا دبحة صدرية ولا سكتة دماغية لانه مش هيقدر يسحب من فلوسه اكتر من 4800 دولار كل سنة وده معناه انه محتاج لمتين سنة كاملين عشان يسحب فلوسه من البنك اللبناني اللي هو عامل فيه وعلى فكرة انا مش بهزر ولا بقول نقطة اقسم بالله العظيم الكلام ده حقيقي بجد انا من وجهة نظري ان اي حد شايل فلوس في اي بنك لبناني يستعود ربنا فيهم ويبدأ حياته من اول وجديد لانه خلاص فلوسه تقريبا مش هياخدها في حياته يعني يعني ممكن احفاده احفاد احفاده هم اللي يقدروا ياخدوها ده اذا البنك دي فضلت موجودة اساسا وما اعلنتش افلسها وهي دي يا جماعة نهاية اي دولة تسيطر عليها ميليشيات من خارج نطاق القانون ويا سلام بقى لو الميليشيات دي لها ولاء لدولة اجنبية فكده البلد حتكون خير بترسمي وده للأسف اللي حصل في لبنان بس انا هنا عندي استفسار ويارد تشاركوني في اجابته في التعليقات هي ازاي في بنوك امريكية فلست والحد دلوقتي وبرغم اللي بيحصل في النظام المصرف اللبناني من سنين مفيش بنوك لبنانية اعلنت افلسها يعني هل البنوك اللبنانية متحصنة ضد الافلس اخدت بجرع وهي صغيرة ولا ايه الحكاية وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة